فجأت ان في رقم بيتصل بيا وبرد بيقولولي انت ليك جواب او جاي للجواب من جوجل تعالي استلمي ولو مستعجلة عليه تعالي دلوقتي ولو مش مستعجلة هنبعته لك في خلال ساعة او ساعتين. ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا كلكم بخير طبعا زي ما انتم شايفين وصلي البين كود. ودي طبعا يعني مرحلة مهمة جدا لاصحاب القناة الجديدة. آآ البين كود انه يوصل كمان من اول مرة ويتصلوا بيا علشان استلموا. دي تقريبا ما حصلتش قبل كده. هقول لك انا عملت ايه وازاي جالي من اول مرة. آآ كل التفاصيل هعرفها لكم في الفيديو ده. لو انت امرة تشوفيني اشتركوا بالقناة وادوسي على الجرس علشان يوصل لكل جديد من فيديوهاتنا وكمان في دعم القناة الزغيرة اي استفسار ابعتولي ميسج وهي هقول لكم آآ كل التفاصيل. طبعا معايا الفيديو للاخر. كما انتم شايفين كده النهاردة هنتكلم على البين كود. الناس كتير ما تعرفش يعني ايه البين كود. تبقى ناس فتحة قنوات ولسه جديدة بس ما تعرفش يعني ايه البين كود. باختصار البين كود ده بيوصل لكم آآ او بنوصل لمرحلة البين كود. بعد ما بنحقق الشروط اللي هي الاربع تلاف ساعة مشاهدة علنية والف مشترك في خلال او اخر اتناشر شهر. بعد ما بنحقق الشروط بنقدم القناة للمراجعة وبعد ما تتقبل القناة للمراجعة بيبقى في خطوات تانية وهي لازم يكون عندنا طبعا حساب حساب علشان اصلا نقدم القناة للمراجعة هي خطوة من خطوات تقديم القناة للمراجعة. يبقى عندنا حساب شغال وده طبعا ليه تفاصيل كتير قوي لو عايزين تعرفوها. وليل في الكومنتات هحب يعني اعمل لكم فيديو او لا زي ما انتم عايزين. هوضح لكم بكل بساطة ازاي تعملوا حساب ويكون شغال وآآ ليه شروط مهمة جدا وتحذيرات مهمة جدا. آآ لو غلطوا فيها ممكن تضيعوا منكم. طيب بعد ما بنعمل آآ حساب وبنقدم القناة للمراجعة. القناة بيجينا الرد عليها انها اتقبلت. بعد كده بنشغل الاعلانات على الفيديوهات. طيب فلوس الاعلانات دي بتروح فين? بتتحول على حسابك على طيب اول ما بنوصل آآ او اول ما نكسب عشر دولار آآ على حساب جوجل مش على القناة لان فيه فرق بين ده وبين ده يعني يعني احنا بتحقق الارباح على القناة بعد كده بتتحول في يوم معين من الشهر على حساب مش كل الارباح بتتحول مرة واحدة في يوم معين في الشهر آآ بتتحول للحساب على آآ الفلوس على حساب اول ما بتحقق آآ العشرة دولار بيبدأ يبعت لنا طلقائي آآ البنكود. البنكود ده بتبيعت او ايه لازمته في الدنيا? ان جوجل تتأكد انك شخص حقيقي تمتلك القناة. طب يجي ازاي لحد البيت? انت طبعا لما بتعمل حساب آآ على بتكتب بيانات حقيقية بالملة اللي في البطاقة الشخصية. لازم تكتبوا بالتفصيل البيانات اللي في البطاقة الشخصية ده مهم جدا علشان يوصلوك على العنوان اللي انتو فيه. بتكتبوا البطاقة الاسم والعنوان وبتكتبوا البريد آآ او رقم البريدي للبسطة او المكتب البريد اللي انتو عايزين الجواب ده يجيلكو فيه. يعني اقرب مكتب بريد عندكم آآ اكتبوا الرقم البريدي بتاعه ده بتطلعوا من على النت سهل جدا او تروحوا لمكتب البريد نفسه وتاخدوا رقم البريد بتاعه. آآ بتكتبوه في بيانات آآ حسابكو في وانتو لسه بتعملوه. فعشان كده الجواب بيجي للمكتب ده بالزات. ده بكل سهولة بساطة. طيب. خلاص احنا حققنا العشرة دولار وبعتو لنا البينكوت تلقائي. البينكوت ده بيوصلوكو في خلال واحد وعشرين يوم. هنقول شهر بالكتير. ما ببعتش في خلال شهر هو يعني بيتروح المكتب آآ بيروح لكم البسطة. ما وصلوكوش في اول شهر. بتدخلو على حسابكو. على جوجل بتدوس على تحقق بتعمل اعادة ارسال آآ مرة تانية للكود علشان ما جايش اول مرة فبيبعت لك تاني مرة ومعاكو لحد التلات مرات. ورابع مرة بيبقى خلاص استنفاذة كل آآ فرصك فبتدخل بالبطاقة الشخصية طبعا ده بعد مرور اربع شهور من اول مرة انت بعت فيها. طبعا دي مدة كبيرة جدا. ده وصلل من اول مرة اول مرة انا انا بعت فيه الكود. انا لسه حتى يعني ما عارفش فيه جواب تاني ولا لا لان انا بعت تاني مرة. ولكن يعني تاني يوم انا بعت فيه الكود انا كان الناس اتصلت بي قالولي ان ليك جواب. طب مسلا انا بعت الجواب اول مرة او بعت ال بين كود او طلبت ال بين كود او المرة ما جاليش. بحكية بعت تاني وبعت تالت باعد كده جاء للجواب. هحط انهي رقم. هو في الحقيقة ان الاول زي التاني زي التالت هو كود واحد ثابت في كل جواب بيجي لك. مش كل جواب بكود. فانت ما تقلقوش خالص ما تقلقوش هو نفس الكود بيجي بس بتبيعت على كذا مرة على حسب انت طلبك. اقول لكم بقى ازاي اتصلوا بيا او انا مش عارفة يعني انا فجئت بصراحة انهما اتصلوا بيا. انا في وانا بعمل الحساب بتاعي على آآ في باند انك آآ تكتب رقم تليفونك الاهمية. يعني آآ مهم انك انت تتصل بيا لماسك تليفون ده يتصل بيا انا سوري لماسك الجواب ده يتصل بيا لاهمية الجواب ومكتوب من قدام بقى كل البيانات بتاعتي الاسم الانوان بالتفصيل الرقم الموبايل وآآ الرقم المكتب البريدي كل كل التفاصيل موجودة يعني كل بياناتك على حساب موجودة هنا. فآآ انا كنت كاتبا رقم الموبايل وانا بعمل الحساب بتاع عدسينز. لما وصل الجواب ده لقيت رقم بيتصل بيا كان حوالي ساعة تسعة الصبح الحقيقة ما ردتش. فبعد كده لقيت الرقم اتصل بيا تاني على الظهر تقريبا. فانا لقيت واحد بيكلمني وبيقول لي انت لك جواب مهم جايلك من جوجل. لو انت محتاجة ضروري تعالي دلوقتي حالا استلميه في المكتب. فانا طبعا عارفة المكتب البريد اللي هو جايلي فيه فبقول له مكتب كزا قال لي لا. فوصف لي مكتب جنبه. فانا كنت مستغربة ازاي آآ جالي آآ في مكان تاني. آآ رقم هنا اللي انا كاتبقي اصلا في جوجل في بياناتي. فهو جايلي ختم مكتب تاني اللي هم اتصلوا بيه قالولي تعالي استلميه دلوقتي. فبصراحة النقطة دي نعنيش معلومة قد رفيتكو بيها ليه اتغير المكتب. فالمهم النهاية ان هم اتصلوا بيه علشان استلميه. دي بصراحة كانت آآ مفاجأة بالنسبة لان هم يتصلوا ويجي بالسرعة دي يعني شهر شهر بالزبط. آآ تقريبا شهر ويمكن اقل من شهر بكام يوم. لقيته آآ وصل. نبتعه مع بعض نشوف ايه اللي جواه. انا الجواب ده جايلي بقيله كزا يوم وما حطتش الكود لحد دلوقتي قلت انا هصور مع نصور كده مع بعض واعمل فيديو ونشوف تفاصيل خطوة خطوة. بس اللي عنده استفسار آآ عن الرقم البريدي اتغير ليه او المكتب جيه مكان تاني لحد يعني قلولي في كومنتات او حد حصل معا كده قلولي برضو. ولو في اي استفسار انا ما قلتوش يعني نقطة انا ما اتكلمتش عنها. يا ريت تكتبها لي في كومنت واطلع اقولها لكم تاني. نقول كده بسم الله اهو. ده بصوا ده هو ايه? ده مش جواب ده هو منه في بصوا بفتحه ازاي هو مش ورقة طلقها لأ. خدوا بالكو قامل حتة دي. يعني انتو لما يوصل لكم. خدوا بالكو. ايه بصوا? ده كده يتقطع هنا. هو ماشي يعني هو فيه زي خريطة كده على الجواب. المفروض ايه? نمشي عليها. بص انا مخدتش بالك. الحمد لله ع السلام يا رئيس. والله بجد انا مش مصدقها. بصوا اهو. ده الخاص بي. طبعا اه لو اي حد حت رقب ده مش يستفد منه باي حاجة لانه هو خاص بالحساب بتاعنا. فبصوا هنا بيقول لي اثبات صحة عنوان ارسال الفواتير. هو ده اللي انا كنت بقول لكم عليه انه هو دايما يطلع لنا ارسالة. اه اللي لسه ما اثبتناش صحة اه عنوان البريد بتاعنا. فهو هنا بيقول لي تم ارسال اه البين كود يوم ستة وعشرين ما وعشرين واحد وعشرين. اهو سانا حاول اقرب لكم. تعالوا بايا نعمل ايه هنا? بندوس تحقق. ونكتب البين كود بتاعنا. اهو. تسعة اربعة اتنين زير و اتنين تسعة. اه اتنين ستة. تسعة اربعة. لأ استنوا. هندوس هنا. هندوس. تسعة. بص هو اللي باول رقم بدينا احمر. تسعة اربعة اتنين زير و اتنين ستة. اداني ازرق. طب كويس. كده احنا ماشيين تمام. هرجع بس الرقم علشان ما بعدش حاجة غلط. تسعة اربعة اتنين زير و اتنين ستة. بعد كده هدوس بسم الله. ارسال. اهو رقم التعريف الشخصي صحيح تم اثبات ملكية زي ما وردتكم. يارب يكون استفدتم. ما تنسوش الاشتراك بالقناة ودوسوا على زر جراسة عشان يوصلوكم كل جديد. ولو في اي استفسار زي ما قلت لكم ابعتولي. اه هنا في الفيديو ده على الكومنتات. اطلع لكم في فيديو تاني. ارد عليه وكمان بعمل دعم القنوات الصغيرة ونساعدهم على تحقيق شروط الربح. اي استفسار ابعتولي وانا اقول لكم كل التفاصيل وبس كده سلام.